بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم كل أسبوع وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتكون موجودة في أغلب فترات الحلقة ممكن حضراتكم تتواصلوا معنا عليها تبعتولنا اللي انتم عايزينه تبعتولنا أسئلتكم تبعتولنا اقتراحتكم أو أنكم تتفرجوا على أي أجزاء من محتوى حلقتنا السابقة بالكامل علشان ترجعوا لها في أي وقت وتستفيدوا منها إن شاء الله بنبه حضراتكم برضو أن احنا كنا عملنا من فترة قصيرة تجربة على السوشيال ميديا جميلة جداً الحياة جميلة جداً وأنا بشكل شخصي بسجل إعجابي الشديد بطريق تنفيذها وهي اسمها اليومين دول ادخلوا دوروا على اليومين دول يعني ادخلوا على حساب القناة الأولى سواء على انستجرام أو على فيسبوك واكتبوا اليومين دول هيتلع لكم نصائح جميلة جداً جداً إن شاء الله تستفيدوا منها معمولة حلوة بطريقة لطيفة وإقاع جميل جداً جداً النهاردة إن شاء الله في حلقتنا إن شاء الله هنتكلم عن ثلاث موضوعات أول موضوع هنتكلم فيه في حلقتنا النهاردة عن هو موضوع يعني إيه محرج شوية أو شائك شوية بس هو ما فيش حاجة محرجة ولا شائكة لإن احنا أسرة واحدة وبنتكلم في كل ما يخص هذه الأسرة إنها تكون متمسكة وإنها تكون في أفضل حال إن شاء الله عنوان موضوعنا الأول حلقتنا النهاردة بتتكلم عن أشياء محددة يجب تجنب فعلها أمام الأطفال أشياء لازم ما نعملهاش قدام أطفالنا خالص وطبعا قبل ما أبدأ كلامي وقبل ما الأفكار أو الزهن ممكن يروح في أي اتجاه آخر إحنا ما نقصدوش طبعا من المؤكد أن الحفاظ على احترام وخصوصية العلاقة الحميمة العلاقة الزوجية يعني بين الزوجين أمر مفروغ منه وغير وارد بأي شكل حدوث ده أمام الأطفال حتى إذا كان الأطفال دول عمرهم شهور تمام يعني فديق ده مش موضوعنا عشان بس إيه ممكن مع العنوان الناس تفتكر أن إحنا عايزين نتكلف في الموضوع ده لا الموضوع ده زي ما بيقال كده باللغة الدارجة مفروغ منه يعني لا يتحمل النقاش ما ينفعش فيه أخذ ورد لأنه خطأ بقولكم حتى لو الأطفال دول أو الطفل ده عمره شهور ممنوع إن ده يحصل تمام كده إنه يحصل علاقة زوجية أمام الأطفال لكن أنا الحقيقة في الجزء ده من الحلقة عايز أتكلم عن بعض التصرفات الأخرى اللي بتحصل مننا كلنا بشكل أو بآخر في بعض الأحيان مع إن في ضرورة قصوى لتجنب حدوث هذه التصرفات بأي شكل أمام الأطفال طيب إيه هي بقى التصرفات دي؟ نمازج يعني من التصرفات أول هذه التصرفات هي المشاجرات الزوجية الخنائات خلينا نتكلم بصراحة وبواقعية مفيش زوجين على وجه الكرة الأرضية مش بيتخنقوا لكن في أزواج بيحفظوا على أقصى معايير الانضباط الأخلاقي أثناء الخنائات ومن بين أهم المعايير دي عدم الخناء قدام أطفاله فاهمين قصدي؟ يعني فيه ناس كده مهما بلغ درجة الخلاف تليهم عمرهم ما يغلطوا في بعض بالكلام باللفظ عمرهم مثلا ما يحصل تجاوز لسه بقول تجاوز لفظي أو تجاوز مثلا جسدي أو يعني بالإيد أو كده عمرهم مثلا ما يتطرقوا للمعايرة أو لفكرة معايرة طرف للطرف التاني بحاجة هو عارف أنها بتضيقوا أو أنه هو مثلا مؤلمة بالنسبة له فيه ناس بتعمل كده مهما بلغ درجة الخصومة بينهم والخلاف ما بينهم بيحفظوا على أقصى معايير الانضباط الأخلاقي ده وفيه ناس العكس وخايف أقول أنه الغالبية هم العكس أنه لما بيحصل الخلاف بنلاقي بقى إيه تجاوزات كبيرة جدا جدا لكن خلينا نتكلم أو خلونا نتكلم في الجزء الخاص بموضوعنا النهاردة وهو المشاجرات الزوجية أو الخناقات الزوجية أمام الأطفال أرجوكم بلاش الخناق أمام الأطفال أرجوكم ليه؟ لأن الطفل اللي بيشوف بابا ومامته بيتخنقه بيحس بالخوف بيحس بالخوف مش بس أثناء الخناقة أثناء مشاهدته الخناقة لكن بيحس بالخوف لفترات أطول بكتير بعد كده ده أولا وفيه ثانيا طبعا فيه ثانيا وفيه ثالثا كمان خلاص؟ يبقى الطفل اللي بيشوف الخناقة دي ما بين بابا ومامته أيا كان عمره بيحس بالخوف والخوف زي ما قلنا بيمتد معاه لفترة طويلة طيب دي أولا ثانيا ثانيا لأنه ودي نقطة بقى غريبة شوية لأنه الأطفال أو الطفل ممكن يتخيل أنه هو السبب في الحالة دي أيوة هشرح لحضراتكم ليه دلوقتي ببساطة الطفل بيربط بين تغييرات تعبيرات وجوهنا لما بنكون متدايقين منه مثلا لما بيعمل حاجة غلط وبين تعبيرات الوجوه دي أثناء الخناقة يعني إيه؟ مش إحنا لما الطفل ده بيعمل حاجة تدايقنا بنبقى متدايقين أكيد ما بنبقاش مبسوطين فلما بنبقى متدايقين وشنا بيبقى عليه تعبيرات معينة صح كده؟ فالطفل رابط أن هذه التعبيرات بتحدث لما هو يعمل حاجة غلط فالأطفال خصوصا الصغيرين في العمر لما بيشوفوا نفس تعبيرات الوجه دي على وش باباهم أو مامتهم لسه سنهم الصغير مش سمح لهم أنهم يفهموا أن الخناقة دي مش بسببهم فيقولوا آه بابا بيبقى وشه عامل كده وماما وشه عامل كده وصوتهم بيبقى عامل كده لما بيبقوا أنا عامل حاجة غلط أو أنا عاملة حاجة غلط خلاص؟ لأن تعبيرات الوجه في الحالتين بتكون وحدة وهي إيه تعبيرات الوجه؟ فكروا كده الديق والغضب والامفعال فده بيدي للأطفال إيه حق؟ أنه هم برضو السبب في الخناقة اللي شايفينها دلوقتي ودي نقطة في منتقى الخطورة وما بتخطرش على بال مية في المية من اللي بيتخانقوا من الأزواج والزوجات اللي بيتخانقوا قدام أطفالهم ما بيخطرش على بالهم أنه ممكن الطفل الصغير اللي قاد بسسلهم كده ده وهم بيتخانقوا فاكر أنه هو السبب تمام؟ طيب إيه سالسا بقى؟ مش إحنا قلنا أولاً ثانياً ثالثاً؟ سالساً لأن الطفل لما بيشوف خناقات بابا ومامته بشكل متكرر فمع مرور الوقت هيحس أنه لازم ينحاز لطرف على حساب التاني دي حاجة فطرية وده هيحسسه بعد كده بعد كده بقليل جداً يعني وبفترة بقى ممتدة هيحسسه بتقنيب شديد للضمير هيحس أنه إيه؟ أنا ليه كده خدت جنب بابا أو قلت له معلش يا بابا أو أنت صح يا بابا أو بتاع ويبقى كده ماما زعلت أو العكس هيعمله تقنيب للضمير تقنيب الشديد للضمير ده بيرسخ جواه بدايات عدم الإحساس بالأمان وعايز أقول لك يا جماعة عدم الإحساس بالأمان ده يعني هي تبدو جملة اعتيادية بسيطة سالسة ولكن لكن ربنا يعني سبحانه وتعالى يبعد هذا الإحساس عن الأطفال أن هم هيبقوا عادين في البيت حاسين بعدم الأمان فتخيلوا بقى أن الخناءات الزوجية دي بتؤدي إلى إحساس الطفل بعدم الأمان هي دي اللي بتكون البداية أما تكونوا بتتناقشوا بخصوص حاجة وحسيتم أن الحوار ابتدى يتصاعد وياخد شكل الخناء ما هي كل حاجة بتبقى لها مقدمات يعني ما فيش حد بيتخانق كده بيقول يلا نتخانق فبنتخانق لا هو بيبقى فيه حوار الحوار ده مثلا بيبقى فيه مقدمات أو بيبقى فيه غضب مكبوط ويؤدي إلى فيه بداية وبعدين بيبقى فيه بقى إيه تصاعد وبعدين بيبقى فيه زروة إذا حسيتوا بكده حسيتوا أن الحوار بينكم ها داخل في الاتجاه ده داخل في اتجاه التصعيد ولقيتوا نفسكم مش قادرين تتحكموا في مشاعركوا ها مش قادرين تتحكموا في انفعالاتكم لازم حد من الطرفين يطلب إنهاء الحوار لازم يحصل كده لحد ما تحسوا أن انتوا الاتنين قادرين على التحكم في أعصابكم بشكل أفضل على فكرة ده المفروض يحصل بشكل عام يعني يعني إيه حتى أهالينا أهالينا ربنا يدي العمر للعايش ويرحم ويكرم التوفاة والله كانوا دايما لما بينصحوا الأبناء والبنات لما بيتجوزوا يقولهم إيه لما يتخنقوا كده لما تلاقي نفسك تخنق بقولك إيه خد بعدك وانزل يقولوا للزوج كده ليه يا بابا يعمل كده يقولك عشان الموضوع ما يزيتش عشان طول ما انتوا قفين كده قصاد بعض ادخل يا سيدي كده وقفل عليك قط اه اه اقفل في الكلام قل لها خلاص نتكلم بعدين وهكذا بتنصح برضو البنت لما تبقى زوجة انها تعمل كده خلاص فبشكل عام ده لازم يحصل لما تلاقوا انتوا كزوجين الحوار بينك وداخل في اتجاه التصعيد حد منك يعمل كات بلغة بقى السينما والتلفزيون يعمل قفلة ويوقف الحوار عند المرحلة دي وزي ما بقولوكو ده لازم يحصل بشكل عادي يعني بشكل عام ويحصل بشكل مؤكد في حال حضور الأطفال لما تلاقوا الأطفال حضر الموقف من البداية لازم ده يحصل والحقيقة قبل ما سيب النقطة دي تحديدا عايز اقول حاجة مهمة وهي الوجه اللي سبحانه وتعالى اذا كان في طرف امتلك الحكمة وبادر بطلب وقف الحوار اللي هو هيؤدي اللي هو هيودين للخناء خلاص في طرف هنا امتلك الحكمة واقولكو ايه امتلك الشجاعة وامتلك النطج وامتلك التعقل فلازم الطرف التاني بقى يمتلك هو كمان النطج والاحترام للتصرف اللي حصل ده ويكون متأكد ان لما الطرف الاولاني طلب وقف الحوار او تجميده عند النقطة دي عشان الامور ما تتفاقمش فده مش معناه ابدا ان الطرف اللي عمل كده يبقى هو الطرف الاضعف او هو الطرف الاقل في الكرامة لا سمح الله او هو الطرف اللي مفتقد لادوات الدفاع عن نفسه ابدا ابدا لكنه ببساطة شديدة جدا وبوضوح اشد هو الطرف اللي تصرف بتعقل هو الطرف اللي غلب مصلحة اطفاله او اطفالكو على اي شيء تاني دي نقطة بس مهمة اوي لانه انا مش بتهم هنا حد الجنس بقى لا الزكر ولا الانسة لا الزوج ولا الزوج بس كتير ده بيحصل لازم لما تلاقوا انتوا كزوجين حصل موقف زي كده وتلاقي مثلا زوجتك قالت لك ممكن لو سمحت ما نتناقش في الموضوع ده الوقت ونكلم بعدين انت لازم على طول تحترم ده وما تقولش اه ما انت يصلك مش عارفة تردي ما انت يصلك ما لقتيش حاجة تردي بيها على كلامي ما انت دي عدتك او العكس ان الزوجة تقول زوجة كده لا ما يصحش اللي عمل كده هو اللي تصرف صح لانه حس او استشرف او استشعر ان الحوار هيؤدي الى حاجة اوحش ان التصعيد ده هيؤدي لحاجة وحشة فلازم نبقى احنا الاتنين فاهمين كده كزوج وزوجة فما بالكو بقى في وجود الاطفال طيب اذا حصل والطفل حضر الخناء المفروض تعمله ايه بعد كده يعني حصل بقى انتو معرفتوش تسيطروا على نفسكو وحضر الخناء يعني حضر الحوار الحاد ده او الخناء اي خناء ان شاء الله يعني مفترض ان ليه حل المفروض انكو تشركوا الطفل في مرحلة الاعتذار المتبادل ما بينكم مش فيه بعد كده هيحصل انكو زي ما بيقولوا كده بتطيبه خاطر بعض ايا كان برضو مين البادي خلاص انتي اللي بدأتي ولا هو اللي بدأ المهم ان ده يحصل وتطرده خلاص وده لابد او يعني في اغلب الاوقات بيكون مرتبط بتطيب خاطر او اعتذار والاعتذار كلمة مش وحشة خلوا الطفل بقى اللي حضر الخناء يحضر الاعتذار يحضر تطيب الخاطر لازم الطفل يشوف ويستشعر انكم كاب وام بتحبوا بعض وبتحترموا بعض وبتعتذروا البعض بالشكل ده الطفل هو كمان هيحترمكم وهيستوعب وهيقدر قيمة الاعتذار وقيمة الاعتراف بالخطأ واكيد هيحس مرة تانية بالامان المطلق حس انه اه لا ده كانت حاجة عابرة كده مش الموضوع عد لانه على فكرة الطفل لو حضر الخناء وما حضرش الصلف بيفضل عنده الملف مفتوح لانه ما حضرش اللقطة دي وفيه اطفال ما بتقدرش في السن الصغار بالذات ما بتفهمش ضمنا فاهمين قصدي فتقوله خلاص ما احنا بنتكلم بقى عادي هو كان لازم يعني نخليه شوف ان احنا بنتراده ازاي اه لازم لازم يعني اذا كنتوا خلتوه يحضر الخناء فمش عايزينه يحضر الفقرة الكويسة في الموضوع اعملوا كده مفضلكم الطفل في الحالة دي هيكون متطمن ان بابا ومامته مش بيكرهوا بعض ومش بيقللوا من شأن بعض ومش بيعملوا حاجة وحشة في بعض خلاص طيب قبل ما سيب النقطة دي عايز برضو نبه حضراتكم لبعض التصرفات الخاطئة اللي بتحصل بقى من الام والاب او الاثنين في حال قدر الله تفاقمت المشاكل ووصلت الى حد الانفصال الانفصال او الطلاق طيب المفروض بقى يعني في حاجات ايه الاخطاء دي هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا مع حضراتكم خليكم معانا يحكى اننا نسا معكم موسيقى اهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء التاني من حلقتنا النهاردة في يحكى اننا واللي بدأنا الحلقة بموضوعنا الاولاني وكان عنوانه اشياء يجب تجنب ان احنا نفعلها بشكل مطلق امام اطفالنا اللي عايز يرجع لهذا الجزء على وسائل التواصل او ما كانش معانا ممكن يرجع عشان يستكمل معانا الحلقة وصلنا قبل الفاصل على طول قلنا طيب في احوال اللي قدر الله الامور تفاقمت المشاكل تفاقمت ووصلت الى حد الانفصال او الطلاق ايه بقى يعني في حاجات هنا بقى اخطاء بتحصل برضو اه طبعا في اخطاء بتحصل في حالات الانفصال او الطلاق ما تستخدموش الطفل كوسيد بينكو وانا هنا بقول الانفصال غير الطلاق لان فيه انفصال اللي هو بيبقى الزوج والزوجة لسه عايشين في البيت بس فيه بينهم انفصال بقى انفصال وجداني وروحاني خلاص المشاكل عملة تتصاعد وحصل انفصال ما تستخدموش الاطفال كوسيد ما بينكو اللي هو روح قول لي مامتك مش عارف ايه او انت هتقوليله روح قول لي باباك مش عارف ايه اوعوا تعملوا الحكاة دي اتكلموا انتو مع بعض بشكل مباشر مش طيقه مش عايزة بص في وشه مش عايزة بص في وشه خلاص اكتبوا لبعض انما اوعوا تستخدموا الاطفال كوسيد ما بينكو في الحالة اللي زي دي الاضرار النفسية على الاطفال بتكون لا يمكن تخيله لا يمكن تخيله وانتو بتعملوا حاجة الحقيقة يعني في ال او يعني انا اسف الازواج والزوجات اللي بيعملوا التصرف ده بيكون عندهم درجة من المراهقة وال انا اسف يعني والله مش مراهقة حتى درجة من عدم النضج ودرجة من الاستهانة بالموقف كبيرة جدا جدا بتعملوش كده خلق مش انتو كبار وبتعرفوا تتخنقوا وبتعرفوا تاخدوا قرارات وبتنفصلوا كده عن بعض كملوا بقى الحكاية جايين على دي بقى خلاص اتكلموا انتو مع بعض ده انا مش عايزة اقول لكم يعني ان المفروض يكون المعاملة عادية قدام الاطفال مش لازم يبقى فيها دلع وكلام حلو يا جماعة بس يبقى فيها صباح الخير صباح النور سلام عليكم عليكم السلام نتغدى دلوقتي اه نتغدى دلوقتي وده بقى انتو منفصلين كل حاجة بس ده الحد الادنى المطلوب توفروا لغاية الى ان يقضي الله وامرا كان مفعولة بقى يعني اذا كنتوا هتكملوا في مشوار الانفصال ده والطلاق ولا هتترجعوا خلاص اوعوا تستخدموا الاطفال كوسيط ما بينكم طيب فحالات الطلاق بقى لا قدر الله بلاش اي طرف منكم يسأل الطفل عن اللي بيحصل في بيت الطرف التاني انتو فاهمين قصدي طبعا طيب ايه كمان بلاش تتوقعوا بلاش تتوقعوا او تطلبوا من الطفل انه ينحاز لحد منكم على حساب التاني ما تحملوش الاطفال العبء الكبير ده الله هو انت يعني ما كنتش قادر مش عارف ايه هو ما تحسسوش الطفل كده ما تخلوش الطفل في وضع الدفاع عن نفسه من خلال ان انتو عايزين ضبنا الام عايزة الطفل في جانبها وانت يعني فرحت اوي لما شفت بابك يعني وانت يعني مش مبسوط وانت يعني ليه ما تخلوش الاطفال محملة بكل هذه الاعباء السخيفة الثقيلة المضرة واخدين بالكم ممنوع تماما سواء من الناحية النفسية للطفل او من الناحية الاخلاقية او من الناحية الدينية ممنوع ايه بقى ممنوع ان احنا نمنع الطفل ان يشوف احد والديه واظن يعني سواء في وسائل الاعلام او في حياتنا العامة بنشوف قصص وحكايات وروايات عن مشاكل الرؤية وان اليوم اللي الاب فيه مش عارف يروح يشوف الطفل فالام تتحجج ومش عارف او يتقابله في مكان يعني يما يجي يروح ياخده فمش عارف يبقى يتقلو الصداع عيان او لما يتقابله في مكان برا وفي وقت معين فتلاقي الوقت ده فات بلاش يا جماعة يعني اللدت في الخصومة للدرجة دي باستخدام الاطفال حرام حرام دينيا وحرام عليكم اللي بتعملوه في اطفالكم وحرام عليكم اللي بتعملوه في نفسكم لان انتو بتدفعوا الاطفال فواتير ما لهمش اي دخل فيه لا يجب باي شكل ان يستخدم اي طرف الطفل كسلاح او وسيلة تكدير ضد الطرف الاخر اكيد بالتبعية ممنوع اي كلام غير لائق من احد الطرفين عن الطرف الاخر ها ونفس الحكاية بقى في باقي افراد العيلة يعني قصد دي حاجة مشهورة قوي انا بكلمكم من اللي بيحصل جوه بيوت كتيرة قوي قوي الجدود والخلات والعمات ومش عارف ايه الناس اللي انا بسميهم بيحبوا يجملوا في الشر الحقيقة يعني اللي هو ايه يعني تلاقي مثلا الزوجة قاعدة او الاب قاعد وبقى منفصل عن مراته وتيجي سيرة الزوجته يعني السابقة خلاص ويبقى الطفل موجود فتلاقي العامة ولا الام ولا القريبة ولا مش عارف ولا مرات الاخر يبتدوا يشتموا في الام دي او العكس في طرف الام ليه يا دي انتوا بتجملوا في الشر يعني انتوا مش طرف اصلا في الموضوع يعني ولا انتوا يعني بتحبوا ماهي دي مجاملة بقى اللي احنا زي الافرح كده لما الناس بتنقط بس الحاجة الحلوة ففي ناس بقى بتحب بتنقط بس في الشر يعني بلاش كده بلاش كده لا في وجود الأطفال ولا في عدم وجود الأطفال يعني ما يعني خلوا حتى يعني حتى نلتزم مش ناس كتير قوي بتدعي يعني أنا آسف بقى المضطر أستخدم كلمة بيدعوه إن هم بيغلبوا الجانب الديني في كل حاجة الدين بقى بريء من كل الحاجات الدين واضح قوي في الجواز وفي الانفصال وفي المواريس واضح وضوح لا نابسة فيه هلس فاشمعنا بقى لما نيجي حاجة نقول آه لا الدين والشرع بيقول كده ولما نيجي احنا في المعاملات اليومية أو المعاملات الأخلاقية أو الإنسانية نقوم نعمل تصرفات كده متطرفة ووحشة والحاجات دي كلها على فكرة لما الطفل بيسمع كلام وحش من الأب أو الأم من الطرف التاني ده بيخليه عرضة للاكتئاب مش مجازا الاكتئاب الحقيقي لأن الطفل بيقاعد مش عارف يقول إيه ومش عارف يسكت ولا يتكلم ولا يدافع ولا يرد غيبة الطرف الغائب ولا إيه فالطفل بيكتئب أدواته محدودة خصوصا لو كان سنه صغير ولو سنه كبير ممكن ينفعل لو في سن المراققة ولا بتاعوا تلاقيه أنه هو من فضلكم ما تقولوش كده على ماما أو تقولوش كده على بابا أو تقولوش كده على بابا فهدخلوه في متاهات طفل بيكون عرضة للاكتئاب وممكن يحصل له ارتداد سلوكي ارتداد سلوكي في شكل فقدان التحكم في التباول والتبرز وبالمناسبة دي حاجة مشهورة أوي في الحالات دي أوي بنلاقي أمه وأب بنفصله والابن كبير أو بنت كبير وفي سنهم تمام ومتحكم فجأة حصل لهم ارتداد سلوكي فجأة فقدوا التحكم دي حاجة معروفة جدا على المستوى الطبي ده غير طبعا التأثيرات السلبية على أداء الطفل بقى سواء من ناحية الاجتماعية أو ناحية الدراسية طيب دي كانت بعض النصائح عن أدبيات التعامل مع الخناءات أو حالات الانفصال والطلاق أمام الأطفال ايه تاني مش لازم نعمله قدام أطفالنا حاجة شهيرة جدا وكتير مننا بيعملوها بعفوية الحقيقة للأسف قدام الأطفال قدام أطفالهم يعني ومش بيكونوا مدركين قد ايه التصرف ده خطأ التصرف ده هو السخرية من الآخرين أمام أطفالنا ان احنا نسخر من حد أو نتريق على حد سواء بقى كان موجود وهو طرف ضعيف ما يملكش الرد علينا يعني أو انه كان طرف غائب المهم ان احنا نسخر من حد أمام الأطفال نسخر من قريب لنا نسخر من حد معرفة نسخر من حد في الجيران نسخر من حد في المعارف نسخر من حد بيوصل لنا طلبات السخرية من حد أمام الأطفال أرجوكم بلاش تسخروا أو يعني عشان إذا كانت الكلمة صحة بلاش تتريقوا على حد أمام الطفل ومرة تانية بلاش تتريقوا على حد أصلا بلاش نعمل كده قدام الأطفال لأن ده هيخلي الطفل يقتنع أن ده تصرف مقبول الطفل بيقلدنا بلا وعي فبعد فترة قصيرة قوي هتلاقوا الطفل ده تقمص شخصية المتنمر وابتدى يمارس هو هذه التصرفات بين زملائه أو حتى في محيطه العائلي بشكل روتيني بشكل هو ما بيبقاش مدرك حتى أنه بيعمله هو بيبقى يبقى جزء من الحوار فيقوم يعمل كده زي أنا أقول زي بابا أقول زي ماما أقول زي ما هم بيقولوا أتريق على حد صاحبي أتريق على مدرس أتريق على بياع وطبعا ده غير يعني ده غير أنه هيعرضوا للانتقاد هيعرض الطفل للانتقاد وأكيد للعقاب في كتير جدا من الأحيان فكمان هيخلي الطفل ده مكروه اجتماعيا اللي بيتريقوا عن ناس يا جماعة مش ناس جريئة اللي بيتريقوا عن ناس مش ناس دمهم خفيف اللي بيتريقوا على الناس مش ولاد نكتة أعتقد آن الأوان أننا نتعامل مع النمازج اللي زي دي بكل رفض ونحطهم في المكانة المحدودة اللي هم يستحقوها بسبب تصرفاته طيب إيه كمان لازم نتجنب نعمله قدام أطفالنا النميمة الراغي ده النميمة فيه ناس الحقيقة بيتكلموا كتير قوي بيتكلموا كتير قوي يعني بتبقى فيه جلسات كده عائلية مش لازم تبقى في البيت في البيت في مكان خارجي في النادي في بيت عيلة بتبقى قائمة على النميمة بلاش نتكلم بشكل سلبي عن حد فيه غير وجوده لو هنتكلم نتكلم بحاجة إيجابية لو مش هنقول حاجة إيجابية نسكت بلاش نعمل كده في حضور أطفالنا وبلاش نعمل كده أصلا ليه؟ ده هيخلي الأطفال يتعلموا منا هذه العادة السيئة النميمة أو الغايبة بقى يعني ما هو النميمة هنا إنه هو شفته وعمل إيه وشفته ودي كذا ودي كذا فكرة حتى النقطة دي بالذات بتلاقوا منكم ناس يستغربوا وتلاقوا من يعقبوا ولادهم اللي هو إنت إزاي قلت مثلا لطنت فلانا إن إحنا روحنا المشوار ده أو إن إحنا أنا وبابا اشترينا الحاجة الفلانية أو إن إحنا تخانيها في الحاجة الفلانية ما هو الطفل بيبقى هو جزء من الحالة اللي إنتوا بتخلقوها لو إنتوا قائمين على الرغي والنميمة ما بقولش إن إنتوا لا سمح الله ما تعودش تتكلموا مع بعض بس تتكلموا خير تتكلموا كلام طبيعي بلاش النميمة وبلاش إفشاء الأسرار وبلاش البحث عن الأسرار والبحث عن جذور الحكايات والكلام ده كله ونرجع بعد كده نلوم الطفل إن هو ما بيحفظش أسرار بيته أو البيت اللي هو فيه ونقول إزاي تقول كده وإزاي تطلع أسرار البيت لبرة ما أنتوا اللي عمالين تعلموه أصلا كلام ده كله طيب إيه كمان لازم نتجنب نعمله قدام أطفالنا الكذب أيضا مش لازم نجذب أصلا لا الوحدنا ولا قدام أطفالنا وما فيش حاجة اسمها كذبة بيضة كذبة بيضة صغيرة ما فيش حاجة اسمها كذبة الكذبة هو الكذبة وإحنا لما بنجذب قدام أطفالنا فإحنا بنعلمهم شيء في منتهى الخطورة وهو إيه أن الكذب مقبول في بعض المواقف وطبعا ده غير صحيح لما بنجذب قدام أطفالنا ده بيخليهم يفقدوا الثقة فينا ومش هيبقى غريب أبدا لما الطفل يتوسع في ممارسة الكذب ده بعد كده سواء في المدرسة أو في محيط العيلة أو عليكم إنتم كأب وأم قبل أي حد هتلاقوا الطفل بيجذب هتلاقوا الطفل مثلا عنده مشكلة في المدرسة ويجذب ما يقولهاش أو أنت الحاجة دي ضاعت منك آه ده أنا نستها ده أنا أصلي ضاعت مني وهي بقى في حد مأوخدها منه بالغزب مثلا حاجة من حاجاته هتلاقوا الأطفال مش أنتوا بتسمعوا عن الأطفال اللي بتقعد كتزور في الشهادات وفي الدرجات ودي حاجات قديمة لا لسه بيعملوا الحاجات دي خلق ما كل ده تطور للكذب أشكال من الكذب واخدين بالكو فبلاش نجزب إحنا بقى قدام الأطفال ونقول إيه لأمص دي هو إيه علاقة يعني ده أنا بقول إن أنا حد واحد زميلي بيكلمني بيقوله لا والله مش قادر أصد أنا واخد داوة ومش قادر أنزلك دلوقتي المشوار اللي قلنا عليه وبتاعه ويبقى الطفل قاعد بصص كده البابا ولا واخد داوة ولا بابا تعبان ولا حاجة فأنت تفتكر إن دي حاجة إن ده زكاء اجتماعية أو ده تحايل اجتماعي مش هيدر يعني أنا بس أصلي مليش نفسه أنزل حياة أو كسلاء طيب ما تقول ده ببساطة ما تقول ده ببساطة وإن اللي قدامك يتفهم ده أو ما يتفهم مش بس إنت أعمل الصح لا والله يا فلان أنا لما روحت بقيت لقيت نفسي مش قادر أنزل تاني يعذرني أو سامحني أو أنا آسف أو كلام دا كله إنما ما تعودش تخلق قصة أو تكذب كذب وتعود أنت تبرى لنفسك وتقول دي كدب بيضة حضرتك بقى أو حضرتك كزوجة أو أم يعني أو ما إلى ذلك تمام من الحاجات برضو اللي في ضرورة إن احنا نتجنبها بشكل عام وأمام أطفالنا بشكل خاص هو التحدث بألفاظ غير لائقة وفي ناس كتير قوي بيعملوا الموضوع دا والموضوع دا يا جماعة انتشر جدا وبجولة سريعة كده والله أنا بقول لكم الكلام دا بقى من تجربة أنا لما ببقى موجود مثلا في مكان بشتري حاجة ولاقي شباب وبنات كده صغارين سنهم صغير أو أبقى معدي مثلا هم وقفين عند عربية ولا حاجة أو قاعدين في كافي أو قاعدين في مكان أو بتاع أو في وسيلة مواصلات أبو السلاقي مستوى الحوار بيستخدم فيه ألفاظ أنا مش بكلمكوا على الألفاظ اللي هي بتاعت زمان اللي هو روش لا 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 أنا بكلمكوا على الشتايم وأقول لكم حاجة أنا بشوف يعني أنا بشوف وبس مع بنات صغارين وبيشتموا شتايم غريبة جدا وده مش معنى كده نده مبرر للولاد والمحرام على البنات أو غلط على البنات غلط في الحالتين والموضوع في مختلف الطبقات الاجتماعية عشان برضو الناس ما تفتكرش أن أنا بأصد طبقة اجتماعية معينة خالص خالص الواحد بيشوف تباين اجتماعي شديد جدا جدا ناس في مستوى اجتماعي أو مدي تحديدا يعني لائق جدا مش هقول بقى مستوى اجتماعي مستوى مدي كبير جدا وتلاقي الحوارات فيها شتيمة وحتى فيها شتيمة أحيانا بلغة إنجليزية وشتايم شتايم يعني مش بتاق طب ليه كد؟ ليه كد؟ خلاص؟ طيب ده هيخلينا احنا نفكر في أعلى طول نتأكد إن عدد الناس المحيطة بالأطفال وبالمراهقين دول واللي بيتكلموا بألفاز خارجة وفجة بقى كبير جدا جدا لما بننطق لفظ وحش أمام أطفالنا هم بيخزنوا في زاكرتهم وهيبدأوا في تكراره بعد كده خلونا نطلع فاصل ونرجع نختم هذا الموضوع مع حضراتكم وعشان نكون كده ايه قلنا بقى كل اللي عندنا فيه هنطلع لفاصل خليكم معنا يحكى أننا لسا معكم أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة واللي بدأنا فيها الكلام عن أشياء يجب تجنب فعلها أمام الأطفال اتكلمنا عن حاجات كتيرة وبتفاصيل كتيرة اللي ما تبعش معنا هذه الأجزاء من الحلقة ممكن يرجع لوسائل التواصل الاجتماعي ختمنا الجزء السابق وقلنا أنه بقى فيه كم جبير جدا جدا من الأطفال الأطفال سنا يعني مش الأطفال مجازا في الأطفال سنا والمراهقين ابتدوا يستخدموا في حواراتهم مع بعض ألفاظ فجة وشتايم وتجاوزات لفظية الحقيقة بينه وبين بعض وبياخدوا الأمور عادي خالص وقلنا أنه دي من الأشياء اللي احنا لازم نتجنب فعلها أمام أطفالنا لأنه اللي بيحصل ده أكيد ده مراية للمجتمع اللي هم فيه وقلنا أو ختمنا الكلام بنقول لحضراتكم أنه إحنا لما بننطق لفظ وحش أمام أطفالنا دي بقى الجزئية اللي أنا عايزكم تركزوا فيها كمان قوي لما بننطق لفظ وحش أمام أطفالنا هما بيخزنوا في ذاكرته وهيبدأوا في تكراره بعد كده حتى لو إحنا نبهنا عليهم عدم نطق اللفظ ده تاني وأنا عشان كده عايز أقول كلمة للأباء والأمهات اللي بيشوفوا أن التصرفات دي مثلا مثلا يعني لو عملها ابن من أبنائهم فدي علامة على الرجولة المبكرة لا ده غلط دي علامة على إيلة الأدب وعلامة على انعدام التربية وانعدام الأخلاق فانتوا دي حاجة ما تفرحش وتلاقي الأب بقى من دول قاعد فرحان أو يتباهى ويقول لك بص الوقت بقى بتاع عيب كده أدو بتاعه شايفين بس هو في قرارة نفسه وتعبيرات وش وتلاقيه فرحان فرحان بإيه؟ فرحان إن ابنك قليل أدب إنه بيستخدم ألفاظ قليلة الأدب وألفاظ فجة وألفاظ قبيحة وسخيفة وهو من المؤكد إنه عمره ما هيعرف يستخدم الألفاظ دي مع حد أقوى منه أو عليه سلطة عليه أو كلام ده كله الألفاظ الخارجة سهل تعلمها وصعب جدا نسيانها على فكرة نسيان اللفظ السيء بيكون أسهل كل مكان الطفل أصغر في العمر طيب إذا افترضنا إن الكلمة السيئة اللي بيقولها الطفل ما كانش مصدرها البيت يعني أنتوا في البيت تماموا زي الفل بس مصدرها الشارع مثلا أو المدرسة أصحابه في المدرسة أو في المدرسة أو الأغاني أو المسلسلات آه الأغاني والمسلسلات بقى فيها ألفاظ غريبة جدا جدا وحاجات الواحد بيقض قدامها وبيقضي يقول إزاي الحاجات دي بتعدي دي مش لغة حتى لو دي لغة موجودة لا ماهنا تجاهل ده ماهو دي مش لازم تبقى الواقعية يعني كان فيه قصة جدا يعني بسيطة عايزة أقول هالكوي يعني كان فيه مخرج شهير جدا جدا في فترة الستينات والخمسينات اللي هو المخرج هنري باركات هنري باركات أظن شفته اسمه يعني الناس بقى اللي بيحبوا يشوفوا الأفلام الأبد والسود الجميلة اللي عملتها مثلا سيدة فاتن حمامة أو أفلام كتير أو كان مخرج كده اسمه هنري باركات بس هو كان اسمه ينطق يعني هنري باركات تمام كان باركات ده لما بيعمل أفلام عن الريف كانوا دايما يتهموا يقولولوا إيه أنت بتطلع الريف شكله جميل قوي وده مش مفهوش واقعية فكان يقول لهم البيت أو المكان اللي في الريف فيه ممكن تكون فيه حشرة ماشية على الأرض صح؟ وممكن يكون فيه زرع جميل أو طائر واقف أنا عيني بتشوف الحلو أنا ما باخدعش حد بس أنا عيني بتشوف اللقطة الحلوة فاهمين قصدي؟ فكلمة يعني لصناع المسلسلات والأفلام والحاجات دي كلها إن فيه حاجات كده فالناس تقولك يا قصدي الواقعية السحرية لا 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 واقعية سحرية ما هو يعني ما هو الواقعية حاجات كتيرة أو ما فيه في الواقع برضو ناس بتخجل الحقيقة وناس ما بتتكلمش بألفاز كده وفكرة إن إحنا نربط ده بقى بطبقة اجتماعية معينة ده شيء في منطقة الخطورة أصلا يعني لأنها في الناس اللي مش بيمارسوا هذا السلوك من نفس الطبقة بيعتقدوا إن دي علامة تمييز ليهم يعني فاللوها لازم أتكلم كده عشان أنا بنبني الطبقة الاجتماعية دي غلط غلط يا جماعة طيب لو ابننا أو بنتنا ابتدأ يقول الكلمة دي اللي إحنا مش مصدرها إحنا كأب وإم نعمل إيه؟ في الأول نتجاهل الكلمة وكأننا ما سمعناش حاجة آه تمسكوا نفسكوا كده كأنكم ما سمعتوش أصلا إذا لقيتوا الطفل كررها تعلقوا بامتعاض امتعاض اللي هو القرف يعني سوري أنا آسف يعني نعلق بقرف ونقوله إن دي كلمة وحشة إيه الكلمة الوحشة اللي إنت بتقولها دي إيه ده ويبقى باين علينا كده القرف يعني أنا آسف في الكلمة لما بنتعصب على الطفل وبننفعل عليه بشكل كبير ده بيخلي الطفل يحتفظ بالكلمة أو الكلمات الوحشة دي في عقله آه ويبدأ يستخدمها لما يحب يدايقنا أو يستفزنا أو إنه يستخدمها عشان يدايق بها حد من زملائه مثلا ليه؟ لأنه بقى متأكد من تأثيرها آه أنا لما بقول الكلمة دي اللي قدامي بيتدايق قوي فخلاص أنا هستخدمها بقى عند اللزوم فعشان كده أنا بقول لكم ما تتعصبوش قوي طيب في حال استمرار الطفل بقى فإنه قال الكلمة دي أكتر مرة أو مصر إنه يقولها لأ يبقى في حاجة باسمعها العقاب الفعال العقاب الفعال ده مش العقاب الجسد خالص خالص العقاب الفعال ده يعني اللي هو إنه حرمان الطفل من أشياء أو أنشطة فعلا هتفرق معاه حرمان من خروجة حرمان من موبايل لفترة يعني حرمان من شيء كأنه كنا هنجبهوله حرمان من فرجة على التلفزيون حرمان من حاجة على الكمبيوتر حرمان من مقابلة أصحاب فعلا أنت بتعمل كده عشان كده الطفل أي طفل في الدنيا هتقولولي إيه الأطفال ممكن تمثل التمثيل ده هينفع بعد كده هيبتدي هو نفسه يحسبها أي طفل في الدنيا هيبتدي يحسبها وأنا جاي عليا بإيه يعني أنا لما بقول اللفظ الوحش ده أو الكلمات الوحشة دي بحقق خساير لا أجني سوى الخساير فخلاص مش هم عايزين كده ده نفترضنا يعني أن الطفل مش مقتنع هيغلب مصلحته إنما أغلب الوقت الطفل بيبقى الحقيقة متأثر بالأم والأب وبيبقى عايز يرضيهم وعايز ما يزعلهمش لأنه بالنسبة له بابا وماما دول أنا ليه أضيقهم وليه أزعلهم وأنا مش بقول كلام نظري اوعى تفتكروا أن انتو مش مهمين عند ولادكو حتى لو ولادكو بيبينولكوا أن انتو يعني مش مهم يعني وبتاعهم هم دي طريقتهم لسه ما عندهمش من الزكاء الاجتماعي ومن اللياقة اللغوية اللي تبين لكو أو توضح لكو قد إيه مكانتكم وغلوتكم في قلوبهم فاوعوا تفقدوا الأمل في الرهان على الحكاية دي إن انتو تبينوا للطفل إنكو زعلانين إن انتو أنت خيبت أملي أنت أنا بطلب منك حاجة حلوة كده إنك ما تعملش الشيء الفلاني عشان تبقى كويس وإنت مش عايز تسمع كلامي كأم أو تسمع كلامي كأب الموضوع ده الطفل بيقلبه في دماغه وبياخد قراره مع تكرار هذا الأمر من جانبنا الطفل بيستجيب أخيرا من الحاجات اللي مش لازم نعملها أمام أطفالنا هو مشاهدة أو سماع أي محتوى غير لائق بالنسبة للطفل وطبعا دي فيه حاجات ما بقتش بس بقى فيديوهات وأفلام ومسلسلات وأغاني لا دقى فيه بقى حاجات فيديوهات على السوشيال ميديا وحاجات وكلام يعني غير لائق خالص أو تصرفات حتى غير لائقة أرجوكم أرجوكم بلاش طريقة بقى أو الحاجة بتاعتها هنوديهم فين أصلهم ما هم قاعدين معانا ما احنا من حقنا برضو نتفرج برضو شوية شوفوا اللي انتو عايزينه يعني ولو ان أنا بستغرب بس شوفوا اللي انتو عايزينه اسمعوا اللي انتو عايزينه بس بلاش أطفالنا اللي لسه على الفطرة الطيبة يعتادوا القبح والفجاجة والابتزال خصوصا أنه بقى فيه منصات دلوقتي إلكترونية بتعرض محتوى يعني عملين يا تبارف انهما ازاي يعلوا سقف الإسفاف يعني بقى التنافس في كده بقى فيه تنافس في الفيديوهات على كده اللي هو ان احنا انت قلت أدبك كده طب أنا هاقل أدب أعلى فاهمين قصدي أنا هفجئكو هاقول كلام أكتر اللي هو ده ينفع هو ده ينفع يتقل في زوء آه ينفع بقى تخيله ما ينفع يعني فيه ناس بتبقى فرحانة بقى بالحاجات دي ده دي حاجات وحشة حاجات وحشة وأنا مش بتكلم من من كاوكب تاني بس دي حاجات وحشة بعد فترة قصيرة جدا بتكتشف قد إيه اللي بيشوف الحاجات دي أو اللي بي أو اللي بيلزم نفسه إنه ينتمي لهذا العالم بيبقى قليل بيبقى قليل في المكانة الاجتماعية وقليل في الاحترام وقليل في حاجات كتيرة لأن الحكاية ما بتتجزقش يا خلوا أطفالنا هم اللي يشدونا نحيتهم يشدونا نحية برائتهم نقاقهم بلاش إحنا اللي نشدوهم نحيتنا نحية سقطاتنا ونحية أخطأنا ونحية تجاوزاتنا وكفاع لهم قوي اللي بيشوفوه في العالم من ظلم وجرائم باقتنشرات الأخبار ما بتعرضش غيره كلمة أخيرة ونصيحة أخيرة عن محتوى الكارتون اللي بيتابعوا أطفالنا ضروري ضروري أن نقوم بتنقية الكارتون ده هتقولولي تنقية يعني إيه يعني لازم حضراتكو والطفل دايم وتدخلوا إنتوا على الإنترنت وتشوفوا في حاجات الأطفال فعلا ما ينفعش فرج عليهم في الكارتون آه في الكارتون ده كتيرة جدا جدا خلاص حاجات وحشة يعني في يعني أنا عايز أقول لكم حاجة يعني ممكن تبقى مفاجأة لناس كتير قوي أنتوا أكيد عارفين اليوتيوب صح كده صح في حاجة باسمه يوتيوب كيدز يعني ده يوتيوب بتاع الأطفال أنا عايز أقول لكم اليوتيوب كيدز ده في بلاوي ومش ولما بقول كلمة بلاوي ده مش معناها بلاوي أخلاقية لا هي أخلاقية برضو بس اللي هو إيه الناس بتعمل حاجات غريبة وأمهات وأباء بيستخدموا أطفالهم والأطفال بتعمل أخطاء فظيعة والأباء والأمهات يعملوا أخطاء فظيعة وحاجات دمها تقيل ومن كل دول العالم صحيح في ناس واخدين الصدارة الحقيقة زي يعني روسيا وشمال أوروبا ومنطقة جنوب شرق أسيا وبدأ دول واخدين الصدارة الحقيقة في الحاجات الوحشة بس قصدي أن ما بقتش حكرة على حد ديها فهو ده اسمه يوتيوب كيدز يعني أصفي ناس ممكن تقول لك إيه ما أنا لأ أنا ابني بخلوش يشوف اليوتيوب العادي بفتح له اليوتيوب كيدز اليوتيوب كيدز ده بقى حضرتك ممكن تشوف فيه حاجات والله لن تتخيلوه هتعودوا أنتوا كده تقولوا يا هاريس ود وتستغربوا بقى بعد كده لما تلاقوا مثلا الطفل من غير سبب كده ومن غير سبب انزار ماسك طبق فيه حاجات وراح عامله كده قدامكم هو بيشوف ده في الفيديو وبيشوف بقى أمه وأبه بيعملوا كده وبيعملوا مش عارف إيه وبيعملوا حاجات مصطنعة جدا وبيعملوا حاجات غريبة جدا وبيخوفوا بعض بطرق غريبة جدا وبيخوفوا الأطفال بطريقة غريبة جدا فأنا بقولكم يعني أنه كلمة كيدز دي مش ضمانة أنه هو محتوى كويس خالص خالص يعني المحتوى الجيد فيه قليل جدا جدا والمحتوى الوحش بقى أنا بقولكم الكلام ده بقى بخبرة بقى لأنه بقى لي فترة الحقيقة بدرس في الموضوع ده المحتوى الوحش هنعمل إيه في حاجة اسمها بلوك صحي كده هتعمل له بلوك هتلاقي نفس المحتوى ده طالع لك بعنوان تاني من قناة تانية عملت له بلوك هتلاقيه من قناة تلتة وعشرة وشخصيات معينة فأنا بقولك وهو الكارتون أمر شديد الخطورة والحساسية شديد الخطورة والحساسية وإنتوا فاكرين أو الناس فاكرة أو المجتمع فاكر أنه الحكاية خاصة بالمنصات الشهيرة العالمية أو تعديل منصة معينة طلع عليها كلام الموضوع مالوش علاقة بالمنصة دي بس خالص خالص في حاجات تانية بقولكو فيها مشاكل أخلاقية وسلوكية وحاجات لن تخطر على بال حد فأرجوكم لوجه الله خلوا بالكم من اللي أطفالكم بيشوفوه أو عدوا تفرجوا معاهم ولما تلاقوا حاجة وحشة وقولوا له اقفل ده أو اقفلي دي لأ دي وحشة يلا نقفلها يلا مش هنتفرج عليها تاني وبمروه الوقت لازم تبقى على دراية انت كأب وكأم تشوفوا الحاجات اللي ابنكم بيشوفها لأن الحاجات الوحشة لما بنشوفها بتفتح لنا حاجات أوحش الحقيقة يعني لما بتخلص بيفتح لنا بقى حاجات تانية لنفس أصحاب المحتوى السيء ومنع على شاكلته فخلوا بالكم قوي 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 من النقطة دي أرجوكم ومرة مش فاكر كامل حقيقة بقوا ناشد الدولة إن يكون فيه اهتمام بالمحتوى الخاص بالأطفال الموضوع مكلف ولكنه تكلفته المادية لا تقارن أو لا يمكن تخيل النتائجها الإيجابية على أجيال طلع يشوفوا محتوى مصري أنا بقوله مصري وأنا هنا بقى متعصب شوية معلش لأنه فيه دول عربية كتيرة بتعمل محتوى كل محتوى خاص بيهم يعني فيه دول عربية محترمة جدا بيعملوا محتوى خاص ببلدهم ببلدهم وبعداتهم وبتقالدهم يعني أنت بتقعد تتفرق كده على الحاجات الكرتونية وحاجات كده وبرامج وحاجات كده بتقدر تكون فكرة كاملة عن المجتمع ده عن الدولة دي ودي حاجة الحقيقة تدعو للاحترام فأنا هنا لما بقول لابد من العمل على صناعة محتوى مصري ده حاجة كويس وكان عندنا في شهر رمضان السابق محاولات الحقيقة جميلة في الكرتون اتعرضت على القنوات المصرية المصرية ودي حاجة حلوة دي بداية حلوة بق ويبقى فيه برامج ويبقى فيه ناس متخصصة وناس مؤهلة فاهمين يعني ايه محتوى للأطفال وفاهمين يعني ايه تأثير وفاهمين يعني ايه الكلام ده كل تمام حلقتنا طبعا الوقت تجري مننا وملحقناش نتكلم فيه موضوعات تانية بس الحمد لله رب العالمين ان الموضوع اللي تكلمنا فيه مع حضراتكم يعني قفلنا كده يعني قفلنا ملفه وربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل كده من حضراتكم ناس تستجيب للنصايح اللي سمعتها وارجوكم ارجوكم ارجعوا لهذه الحلقة تاني تفرجوا عليها بهدوء شاركوها مع قريبكم واصدقائكم علشان ده عمل خير انتو بتعملوا عمل خير هنا انه فكرة انه الحاجات اللي نتجنب نعملها امام اطفالنا دي حاجة فعلا مهمة وحاجة كويسة قوي ان احنا ننشرها على اكبر نطاق ان شاء الله ان شاء الله اشوف حضراتكم الاسبوع الجاي وحلقة جديدة من يحكا سلام عليكم